ميليشيا الحوثي تشي عشرات الهالكين من عناصر هواقائد عسكريون يدعو المغرر بهم للنجاة من مصيدة مأرب مجلس لم يدين تأديد الحوثية للملاحة وكاسحة الغامن أمريكية تدخل البحر الأحمر تعز تغلي بسبب أزمة الغاز والسلطة المحلية في موقف المتفرج أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ياما الشباب معكم أنا مروى السوادي وإشام الزياد ونبدأ النشرة من شبوى حيث تتواصل المعارك بشكل محدود غربي المحافظة عقب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني أمس الأربعاء للسعادة السيطرة على مديريات بيحان الثلاث من قبضة ميليشيا الحوثيين الإرهابية وعلى ذات الصعيد أفادت مصادر عسكرية اليمن الشباب عن مقتل عناصر حوثية في كمين للجيش الوطني في عسيلان المصادر أوضحت أن عناصر من الميليشيا تستقل ثلاثة عربات حاولت الالتفاف على مواقع يتمركز فيها الجيش في عسيلان غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل إثر وقوع تلك العناصر الحوثية في كمين انتهى بمقتلهم وتدمير ثلاث عربات كانوا يستقلونها قال ناشطونا ومواطنونا في محافظة الشبوى أن المجتمع الشبواني بمختلف أطيافه ومكوناته يقف إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة لدحر الميليشيا الحوثية من كامل تراب المحافظة وأعرب الأهالي عن رفضهم المطلق للميليشيا الحوثية الإيرانية أو أن تحكمهم وأكدوا أن مصير الميليشيا هو الاندحار والزوال الشبوى ستكون عصية على الميليشيا الحوثية وأن كل الشخصيات الاجتماعية ومجميع الفؤات في هذه المحافظة يقفون إلى جانب الجيش الوطني لصد هذا العدوان ومن أجل بقاء هذه المحافظة على استقرارها وتنميتها بإذن الله سبحانه في ظل الأوضاع التي تعيشها محافظة شبوى والخطر الذي يحدد بها الجميع بكافة أطيافهم في محافظة شبوى يقفون خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومن أجل دحر هذه الفئة الضالة التي اقتاحت هذا البلد والكل يقف صفاً واحداً خلف قيادة المحافظة وقيادة الجيش الوطني مصطفين خلفها لدحر هذه الميليشيات الغاشمة حي صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يوقفهم ضد الميليشيات الحوثية ونحن كمكونات شعبية وكمواطنين نؤكد أنه لن يحكمنا الحوثي وأننا سنحاربه بكل ما استطعنا ونؤكد أننا مع الجيش الوطني ومع المقاومة الشعبية وأن الحوثي سيهزم وسيندحر إلى مهرب حيث شنت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة فجر الخميس هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثيين الإرهابية في جبهات جنوب مهرب مصدر عسكري قال يمن شباب أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة شنت هجوماً خاطفاً على مواقع تتمركز فيها الميليشيا جنوب مهرب وأكد أن هذا الهجوم خلف خسائر فادحة في صفوف الحوثيين يأتي هذا الهجوم الخاطف تزامناً مع سمرار المعارك العنيفة والتي يحرز فيها الجيش الوطني تقدماً ميدانياً ليومين متتاليين وأعلن الجيش مساء الأربعاء عن مقتل وجرح عناصر من الميليشيا في كمين محكم لعناصر حوثية أثناء محاولتها التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة الكسارة ما زلها في مارب حيث أكد مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثيين الإنقلابية حاولت الالتفاف على مواقع قوات الجيش الوطني في الجوبة إلا أنها خسرت كل عناصرها المنفذة لعملية الالتفاف وقال الرائد مصطفى القحف أن ثلاثة أطقم حوثية حاولت الالتفاف على مواقعها بعد منطقة العلم إلا أنها وقعت في كمين كانت قد نصبته الميليشيا السابقة لاستهداف قوات الجيش الوطني مؤكداً مصرع جميع ناصر الميليشيا الحوثية التي حاولت تنفيذ العملية إلى ذلك قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة لواء الركن منصور ثوابا أن الميليشيا الحوثية الإيرانية وقعت في مصيادة الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمحافظة مارب وأضف في تصريحات صحفية أن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيا في المعارك الأخيرة كبيرة جداً وأكد لواء ثوابا من على مشارف مدينة حريب أن المعارك مستمرة في مختلف جبهات القتال هذا ودعا قائد المنطقة العسكرية الثالثة المغررة بهم من قبل الميليشيا الحوثية أن يأخذوا العبرة من ركام جثث من جندتهم الميليشيا وألقت بهم إلى المحرقة وقال لواء منصور ثوابا إنه لا يوجد في العالم من يقاتل ليكون عبداً إلا من التحق بصفوف الميليشيا الحوثية وعلى من انخدع بها أن يعتبر بقوافل الجثث التي تعود إليها كل يوم فضلاً عن مئات القتلى من عناصر ومجندي الميليشيا الذين اتركت جثثهم في الجبال والشعاب ولا تهتم لمصيرهم وجدد اللواء ثوابا دعوته والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا إلى الحفاظ على أبنائهم وعدم إرسالهم إلى الهلاك في صفوف الميليشيا الحوثية التي لا تهتم لمصير من يقاتل ويضحي معها فهي تعتبرهم عبيداً خلقوا من أجل خدمتها والموت في سبيل راحتها وثق راصدون محليون تشيع ميليشيا الحوثيين الإرهابية لنحو ثمانين من عناصرها خلال هذا الأسبوع قتلوا في المواجهات الدائرة على أطراف مارد وأظهرت عملية الرصد أن حصيلة القتلى في صفوف الميليشيا لهذا الأسبوع شملت عشرات الأطفال ممن لم تتجاوز عمرهم سن الثامنة عشر ودفعت بهم إلى الخطوط الأمامية للقتال في جبهة مأرب وشملت الأحصائية سبعة قتلى ينتحلون رتب عميد وعقيد ومثلهم ينتحلون رتبة مقدم وأحد عشر منحتهم الميليشيا رتبة رائد شددت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على الحاجة الملحة لتوفير حماية غير مشروطة للمدنيين في ظل استهداف مستمر من قبل الميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية في المحافظة وقال سفراء الدول الخمس المعتمدين لدى اليمن في اتصال مرئي بمحافظ مأرب سلطان العرادة اليوم الخميس إن الحل السياسي الشامل في اليمن هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمنية السفراء حثوا جميع الأطراف اليمنية إلى تعزيز الحوار وجددوا التأكيد على أن لا حل عسكري للوضع في اليمن وأطلع المحافظة العرادة سفراء على الأوضاع الإنسانية الأليمة في المحافظة والتي تسببت بها ميليشيا الحوثيين بتصعيدها القائم في مديريات الجنوب وحصارها واقتحامها لمديرية العبدية قال خالد الشجني مدير مخيمات النزحين بالوحدة التنفيذية في مأرب قال أن موجة التهجير الجديدة في المحافظة شكلت عبءا كبيرا على مخيمات النزوح جراء النقص الحاد في الخدمات الأساسية مطالبا المعنيين بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة لتجاوز العزمة يوجد في محافظة مارب أكثر من 160 مخيمة للنازحين هذه المخيمات تعاني من ندرة شديدة من الخدمات الأساسية المنقذة للحياة صارت الآن موجة نزوح جديدة موجة النزوح الجديدة هذه أعباء كبيرة على المخيمات والمخيمات غير قادرة على استيعاب هذه الكمة الهائلة من البشر بسبب نقص الخدمات وخاصة الخدمات في موضوع المأوى والإيواء والخدمات الغذائية والتعليمية وغيرها فلذلك نطالب بعمل تدخلات عاجلة تساعد الأسر النازحة على تجاوز هذه الأزمة التي وقعت عليهم إلى صعدة حيث قال المركز الأعلامي لمحور كتاف قياديا حوثيا لقي مسرعه في عملية قنص نفذها قناصة يتبعون المحور وبث المركز الأعلامي مقطع فيديو للعملية وقال أن وحدة القناصة التابعة للمحور تمكنت من استهداف أحد القادة الميدانيين للميليشيا الحوثية الانقلابية وأشار إلى أن وحدة القناصة في محور كتاف حققت نجاحات متتالية باستهدافها عناصر الميليشيا في مختلف جبهات كتاف دعا مجلس الأمن الدولي ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى وقف تصعيدها في مأرب كما طالب بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وفقا للقرار الأمومي 25 و65 وأكد المجلس في بيان على التزامه القوي بوحدة وسيادة والسقلال وسلامة أراضي اليمن أعضاء مجلس الأمن نددوا أيضا بأشد العبارات بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان وأشددوا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن وتجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين كما شدد أعضاء المجلس في بيان بشأن اليمن على العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياضي بشكل كامل وتمكن تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار جنوب البلاد كما أدانا بيان مجلسي الأمن التهديد الذي تشكله ميليشي الحوث للملاحة في البحر الأحمر وهجماتها المتزايدة على السفن التجارية قبالة السواحل اليمنية وادع البيان إلى رفع الحصار الحوثي عن مديرة العبدية في مأرب والحد من تصايد العسكري لميليشي الحوثيين تجاه مأرب ورفض العنف لتحقيق هداف سياسية وادانا البيان تجنيد ميليشي الحوثيين للأطفال واستغلالهم في الصراع أعلنت البحرية الأمريكية عن دخول كاسحات ألغام إلى البحر الأحمر للمرة الأولى منذ سبع سنوات وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية فإن اثنتين من كاسحات الألغام عبرت مضيق باب المندب في الثامن عشر من أكتوبر الجارية ويأتي هذا العبور مع تصاعد الانشطة الإرهابية التي تنفذها ميليشي الحوثي بتخطيط وإعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب من تسير للزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية بشكل عشوائي منذ وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني إلى صنع حسن إيرلو وكان تقرير أممي قد أكد اززيادة تهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر وأشار إلى امتلاك الميليشيا صواريخ مضادة للسفون وألغام بحرية ومراكب متفجرة ذاتية توجيه وفي الشان الاقتصادي أعرب مجلس الأمن عن قلق عمي قيزاء انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار جنوب اليمن وحث بيان مجلس الأمن الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي ورحب بيان المجلس بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن مؤكدا على همية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني وحكد مجلس الأمن دعمه القوية لرئيس الوزراء بشأن مساعي الإصلاح الاقتصادي ودع جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياضي بشكل كامل وتمكن تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في المحافظات الجنوبية لليمن لحسابات معينة لديها تلجع ميليشيا الحوثي إلى تصفية مناصرها ممن مهدوا لها الطريقة لاجتياح المدن والمناطق وتجدوا في تهمة التخابر الوسيلة الأسرع والأنجع في التخلص من تلك العناصر عبر تصفيات سرية أو محاكمات هزلية مسيسة استقبلهم ماجد مرشد أحمد نعمال الأثوري في بيته وقدم لهم كل ما يحتاجونه وشارك معهم في الجبهات لكنه قوبل بالسجن وصار وراء القبضان تقول والدة ماجد الأثوري التي خرجت من بيتها يتسع بيتها للحوثيين أثناء قدومهم من صعدة إن ابنها في معتقل الحوثيين منذ أربع سنوان على إثر قلاف بسيط مع أحد المشرفين الحوثيين ومازالت ترفض الميليشيا الإفراج عنه رغم صدور حكم ببراءته لفقوا ضده قضايا كيدية واتهموه بالتخبر مع ما يسمونه العدوان وهذه ليست التهمة الأولى التي توجهها الميليشيات لعناصر كانت يدها اليمنى في بسط نفوذها ومازالت مذبحة إعدام تسعة مواطنين من أبناء تهمة حاضرة في أذهان اليمنيين التي نفذتها ميليشيا الحوثي في سبتمبر المنصر بتهمة التخابر وزرع شرائح لقتل الهالك صالح الصماد الذي قتل بغارة للتحالف العربي رغم أن بعضهم كان من مناصر الحوثيين ومن المسارعين بالترحيب بهم أثناء مقدمهم للحديدة هذه هي أفعال ميليشيا الحوثي ضد من يختلف معها أو من تريد التخلص منه سواء كان مواطنا عاديا أو شيخا قبليا فالجميع هنا في مرمى الاتهام لقد جعلت الميليشيا تهمة التخابر مع من تصفه بالعدوان وسيلة للاعتقال والإقصاء والقتل وهكذا تجازي ميليشيا الحوثي الإرهابية مناصرها ممن اختلفوا معها والذين ليسوا من سلالتها لسبب أو بلا سبب فتهمة التخابر هي البوابة السريعة للموت إلى شان آخر حيث أقدمت ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا على إقصاء سبعين فردا من أبناء محافظة أرخبيل سقطرة من قوائم ما يسمى بقوات الحزام الأمني وبحسب مصدر محلي فأن ميليشيا الانتقالي استقدمت مؤخرا عشرات العناصر من محافظة الضالة ونشرتهم في عدد من المواقع في الأرخبيل بناء على توجيهة إماراتية المصدر قال إن قيادة قوات الحزام الأمني شطبت اسمى نحو سبعين فردا من أبناء الأرخبيل من قوائمها وصادرت مستحقاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها ويأتي الشروع في هذه الخطوة بتوجيه من قيادة القوات الإماراتية في المحافظة بذريعة عدم التزام هؤلاء الأفراد بالتعليمات وعدم تنفيذ الأوامر في زمن الميليشيا فقط يمثل أكاديميون أمام القضاء بسبب تراكم الإجارات نتيجة انقطاع رواتبهم والسمرار حرمانهم من الإسكان الجامعي الخاص بجامعة صنعاء وفي السياق أفادت مصادر أكاديمية أن ثلاثة من أكاديمي جامعة صنعاء تم مصولهم أمس الأربعاء في جلسة محاكمة بعد رفع مالك العمارة السكنية التي يستأجرون فيها دعوة قضائية ضدهم المصادر قالت أن عشرات الأكاديميين في جامعة صنعاء عاجزوا عن دفع الإجارات بعد أن تراكمت عليهم مبالغ بالملايين خلال السنوات الخمس الماضية في وقت يمارس فيه المؤجرون أشكالا من المضايقات والحصار وقطع الخدمات والتقدم بشكاوى في إقسام الشرطة والمحاكم ومنذ انقلابها على الحكومة الشرعية في البلاد ترفض ميليشيا الحوثي دفع رواتب الموظفين ومنهم الأكاديميون في الجامعة الواقعة تحت نفذها في وقت تجني فيه ملايين الريالات من عائدات المصالح الحكومية في مناطق سيطرتها تواصلت في مدينة تعز أنشطة الاحتجاجية المنددة بتدهور الوضع الاقتصادي بوقفة دعا إليها تحالف شباب الأحزاب السياسية وفي الوقفة التي جرى تنظيمها اليوم الخميس طالب المشاركون فيها السلطات بوضع حد لأسعار إيجارات الشكاق السكنية في المحافظة في ظل الانهيار المستمر للوضع المعيشي كما دعا المحتجون السلطة المحلية والأجهزة القضائية والأمنية إلى التنسيق وإصدار قرارات وتوجيهات تقضي بتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات المحتجون قالوا أن أوضاعهم المعيشية الصعبة لا تسمح لهم بالوصول إلى الخدمات مع ارتفاع أسعارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد السلطة المحلية والسلطة القضائية بعمل وضع حل قذري لهذه المشكلة بسبب أننا في حالة حرب وحالة استثنائية قانون الطوارئ الاستثنائية للقانون الطوارئ الآن الحوثي على مشارف الأبواط في أي وقت ممكن قضي فهنا نحن تحت حصار داخلي وخارقي يعتبر الآن يعني كإيجارات كرواتب منقطعة كغاز معدوم يعني نحن في حالة يرثلها تزامنا مع أزمة الغاز المنزلي في مدينة تعز لجأ السكان إلى استخدام الوسائل البدائية والأدوات التقليدية مثل مواقد الحطب والفحم كبديل مؤقت لمادة الغاز أزمة متكررة فاقمت من معاناة السكان المدينة المحاصرة وفشلت السلطات في حلها طريقة بداية باتت تعمل بها بعض المطاعم وسط مدينة تعز في تجهيز الوجبات الغذائية لتستمر بتقديم خدماتها للزبائن واقع فرضته أزمة الغاز منذ أشهر لا تتوفر الحصة الكافية للمستهلكين في المحافظة في ظل الازدحان السكاني الذي تشهده المدينة احتياجنا باليوم من 7 إلى 8 ديباب غاز نوبر باليوم من 3 إلى 4 ديباب غاز بالسوق السوداء يصل إلى سعرها إلى 30 ألف 40 ألف مما قعلنا نلقى إلى الحطب والفحم في حال انقطع الغاز التام هدد بيغلق لأن البحم والحطب ليس حل نهائيا هذه الأدات التقليدية تعرف بالموقد صناعة محلية انتشرت مؤخرا في محلات الورش لتوفر للناس وسيلة قد تخفف من حدة الأزمة التي تتفاقم بمرور الأيام تصنع المواقد بكميات كبيرة وتوزع على محلات التجزيئة بعض الأسر تفضل شراءها واستخدامها عن البقاء بدون مادة الغاز أنا إلى اليوم لي أكثر من أسبوع أنا من داخل المطعم صبوع وغداء عشان من داخل المطعم رقعت أضطرت أنا برقعت للأشياء البداية هذه عشان أفعل لي حطب أقول أفعل لي فاهمه أشتغل وأحتطب ما فيش بيرقع للحطب بيرقع للكراتين بيرقع لأي طريقة غاز ما فيش منع ديم تزيد معاناة السكان في الحصول على استوانات الغاز المنزلي من معارض الوكلاء الرسميين لشركة الغاز في المحافظة أسابيع وأحيانا أشهر وطوابير طويلة تحتاجها لتحصل هنا على استوانة غاز واحدة اتهامات نوجهها المواطنون لشركة الغاز ووكلائها في المحافظة بتعمد عدم توفير مادة الغاز المنزلي بشكل كاف واحتكارها من أجل بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عكس السلطات وفشلها في إيجاد حل لهذه الأزمة المتكررة يزيد من معاناة سكان المدينة المحاصرة منذ سبع سنوات أيمن قائد يمن شباب تعز أقر اجتماع برئاسة محافظ مائربل وسلطان العرادة مع تجار ورجال الأعمال ومديري شركات الصرافة في المحافظة أقر مقترحات تقضي بمنع السيراد أي منتج من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين الإرهابية في حال كان له بديل في مناطق سيطرة الحكومة الاجتماع ألزم التجارة ووكلاء المنتجات الخارجية بفتح معارضة ومخازنة في مأرب وعدم ترحيل البضاع إلى مناطق ميليشيا الحوثي ثم إرسالها مجددا بعد فرض جمارقة مضاعف عليها من قبل الميليشيا الإرهابية كما أقر المشامعون إنشاء لجنة من القطاع العام والخاص لوضع الحلول وتنفيذ المقترحات التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء الذي كرس لمناقشة الوضع الاقتصادي في ظل تدهور المتسارع لسعر العملة المحلية أقرت الحكومة حظر استخدام العملات الأجنبية في التعاملات الداخلية وحصرها بالعملة المحلية فقط ضمن مساعيها للحد من عمليات مضاربة بأسعار الصرف ووقف تدهور العملة المحلية ونصى قرار الحكومة بهذا الشأن على استخدام العملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية من بيع وشراء للسلع والخدمات والعقود وصفقات ومنع استخدام العملات الأجنبية محليا واقتصار استخدامها في المعاملات والاتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية ومطلع هذا الأسبوع قررت الحكومة تعليق التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية كما أقرت حزمة إجراءات متوازية منها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للإحتياجات الأساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي قال وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي وصحراء عصام الكثير قال إن سلطة المحلية تبدل جهدا لمساندة المسؤولين في كهرباء الوادي للتغلب على المشكلات التي تواجه محطات التوليد من أجل توفير تيار الكهربائي لكافة المواقع السكنية وفق الإمكانيات المتاحة جاء ذلك خلال اجتماعا في سيئون للوكيل الكثير مع نائب وزير الكهرباء المهندس عبدالله هاجر ووكيلي الوزارة المهندس عبدالحكيم فاضل ومسؤولين آخرين في قطع الكهرباء وتم خلال الاجتماع بحث المعالجات المناسبة لتغطية احتياجات كهرباء منطقة وادي حضر موت من العمالة المؤهلة في مختلف التخصصات من أجل تخفيف العبء على عدد من العاملين الذين يتحملون مهاما مضاعفة نتيجة لمحدودية العمالة الحالية بالمنطقة ختام النشر إليكم التذكير بأبرز عنوينها ميليشيا الحوثي تشي عشرات الهالكين من عناصرها وقائد عسكري يدعو المغرر بهم للنجاة من مصيدة مأرب مجلس الأمن يدين تهديد الحوثية للملاحة وكاسحات الغامن أمريكية تدخل البحر الأحمر تعز تغلي بسبب أزمة الغاز والسلطة المحلية في موقف المتفرج المشاهدين كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة